حملة النظافة التي تنظمها بلدية مدينة أنجمينة في كل أسبوع وصلت هذه المرة إلى معبر أنجيلي بالدائرة التاسعة وقد هشدت البلدية كل الآليات الخاصة بالنظافة لتنظيف الشارع الرئيسي لمدخل المدينة ونقل الأوساخ خارج العاصمة وذلك بمشاركة مجالس البلديات العشرة لمدينة أنجمينة على رأسهم عمدة مدينة أنجمينة السيدة باكيرا فاتمة ظهر دقا ولأهمية حملة النظافة التي تشهدها العاصمة فقد أبر عمدة الدائرة التاسعة أن فرحته بهذه الخدمة الاجتماعية في إطار التضامن الوطني لصالح السكان كما تفقدت عمدة مدينة أنجمينة السيدة باكيرا فاتمة ظهر دقا الشارع الرئيسي الذي يربط بين الظلط ومقابر أنجمبة والذي يصل طوله واحد كيلو وأربعين مترا حيث أقامت البلدية بتجهيز الغلابات والجرافات لتصليح الشارع بغية مساعدة السكان من أجل تسحيل المرور تبقى الإشارة إلى أن عمدة مدينة أنجمينة قد تعهدت بمساعدة المواطنين عبر تقديم خدمات اجتماعية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر